تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من توب 5 اللي بتجيكم مني أنا محمد عوادي الحلقة اللي بقول فيها خمس أشياء أنا مقتلع إن هي التوب ربما بالنسبة إلي وبستنى منكم في التعليقات دائما التوب 5 بالنسبة إليكم حلقة اليوم صعبة جدا لأنه حنتكلم عن أهم خمس مباريات لليونيل ميسي حلقة صعبة ليش؟ صعبة لأنه بدها مسلسل زي باب الحارة البطل يموت ويرجع ويروح وييجي وأجزاء عشان تكفي تحكي أهم مباريات لليونيل ميسي بس حختار خمسة بالنسبة إلي شخصيا شكلوا مراحل تاريخية مهمة المباراة الأولى وأعتقد الجميع بيجمع على إنها كانت البداية الحقيقية لليونيل ميسي الهاتريك في كلاسيكو إياب 2006-2007 ضد ريال مدريد الهاتريك اللي كان ميسي فيه لسه عمره 19 سنة الهاتريك اللي خلى العالم ينتبه ويصدق أنه اللي بيحكيه برشلون أنه عنده موهب جايب قوة جدا لا هذا كلام حقيقي وكان أحد أهداف ذلك الهاتريك في الوقت بدل الضائع وفرض التعادل 3-3 عليها المدريد وأبقى الدوري بتنافسية شديدة لآخر أسبوع أما المباراة الثانية اللي كان فيها حسم وتأثير رهيب لليونيل ميسي فهي نهائي 2011 أمام اليونيل اللي حضر ذلك المباراة بيذكر أنه كل لعب حاول يأخذ الكرة من ميسي عانى كل لعب حاول يأخذ الكرة من ميسي اتعرض لموقف محرج هون أو هون وفوق ذلك ميسي أرسل قضي في صاروخية حسم فيها المباراة لصالح فريقه وكانت صاروخية لا تنسى خلنا برشلونة يتوج في اللقاب لعيتها أذكر بعد تلك المباراة اللي صديقي يعني يحب ماردونا جدا ولا يحب ميسي فبعد المباراة قال للأسف للأسف هيحكوا عنه أحسن ماردونا أذكر لحد الآن تعمى عالم وجهه وكلماته الكتير على بعد هذا اللقاء اللقاء كان مهم لأنه ميسي كان نجم النهائي الحاسم اللي أرسله طبعا للفوس بالكرة الذهبية لاحقا المباراة الثالثة أعتقد الجميع بيذكرها وبيذكر الشعبية اللي تمت حول يونان ميسي المديح اللي جاء لليونان ميسي بعدها بايرام يونيخ برشلونة نصف نهاية 2015 في ذلك اللقاء 75 دقيقة تكتيكية عظيمة من الطرفين معركة استحواذ لا تنسع الجميع بدي يحافظ على الكرة شيء جميل جدا وهفو من بيرنات ظهير أيسر بايرام يونيخ بتروح الكرة لمسي اللي أرسل قذيفة حطم فيها الجدار القوي جدا مع نيويل نوير وثم بالهدف الثاني كانت اللقطة الشهيرة جدا اللي أحرج فيها جيرون بواتينغ ثم أسقطها من فوق نوير وأهدى برشلونة التأهل للنهائي اللي في النهائي طبعا كان تتويجهم باللقب ذلك اللقاء كان لقاء مهم جدا 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 لليونان ميسي في تلك النسخة لأنه زي ما منعرف كان في النصف الأول من موسم أداءه أقل من عادي نتيجة صدماته مع لويس انريكي ثم عاد ميسي الخارق اللي منعرفه المباراة الرابعة أيضا المهم جدا لليونان ميسي كانت ضد أرسلال في دور الثمانية في دور أبطال أوروبا 2010 في لقاء الذهاب أرسلال قدر يرجع بالنتيجة في اللحظات الأخيرة ويتعادل 22 ويفرض لقاء إياب مهم على برشلونة في الكابنو في الدقاق الأولى نيكولاس بنتنب سجل هدف التقدم لأرسلال فالجميع صار يقول معقول فيه مفاجأة معقول فيه معجزة ميسي قالهم لا بلاش هذا كلام كله خلينا نخلص الموضوع سجل سوبر هاتريك أربع أهداف كل واحد فيهم بيختلف عن التاني إشي صاروخية إشي تسقط على الحارس إشي مبرج لين الحارس سوبر هاتريك خارق قاد فيه ميسي برشلونة لنصف نهاية دور أبطال أوروبا قبل الخروج الشهير أمام انتر مينها المباراة الخامسة ربما مش مشهورة لكنها كثير مهمة في تاريخ ليونال ميسي وأعتقد ربما ميسي ممكن يختارها كشخص قبل كل المباراة التانية لأنها هي المباراة اللي ما بتذكر الإعلام كله كان مجمع أنه ما في زيها الإنسان يجي على كرة القدم كان مجمع على مفهوم أنه من خارج هذا الكوكب مباراة ريال بيتس في 9 ديسمبر 2012 سجل فيها ميسي لكن شو المهم منك سجلت بيتس المهم أنه قدر يكسر حاجز الـ 85 هدف في سنة ميلادية واحدة الرقم القياسي اللي كان يحمله جيرلد مولر وهو يجي كسره بعد ما يقارب 40 سنة وسجل في ذلك اللقاء الهدف 86 لأنه ميسي بعد ما سجل ذلك الهدف أصبح عنده رقم قياسي منطقيا صعب 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 يجي شخص ربما خلال 20 سنة جاي يحطمه في الدوريات الكبرى رقم رهيب فضيع لأنه ميسي توجه على قمة الإعلام حول العالم ميسي كان ذلك اللقاء بالنسبة له حاسم جدا رغم عدم أهميته الرياضية زي مباريات أخرى هذه هي التوب 5 بالنسبة لي على ميسي باستنى أسمع منكم التوب 5 تعونكم وصحيح اشتركوا بقناة سيرفيسبورت على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله شكرا